تسعى وزارة الشباب والرياضة إلى إنشاء جيل شبابي مبدع وخلاق من خلال كافة الأنشطة المتنوعة والمتميزة التي تقوم بطرحها بين فترة وأخرى فبعد أن تحولت من مؤسسة إلى وزارة فقد باتت المجالات مقترحة أمامها وبشكل أوسع تتنوع المجالات التي تعمل بها وزارة الشباب والرياضة على مدار العام وذلك من خلال البرامج المتنوعة التي يتم طرحها بشكل دوري لفتت أنظار العالم إلى البحرين ما أهلها لتكون عاصمة للشباب العربي للعام 2015 ففيما يتعلق بالأنشطة يبرز نموذج جلسات الأمم المتحدة بالإضافة إلى جائزة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للمسرح الشبابي التي تمثل خطوة متطابقة مع توجيهات القيادة الرشيدة المستمرة لتهيئة الشباب وتقوية مداركهم الإبداعية من أجل قيادة مستقبل البحرين الواعد من جانب آخر أطلقت الوزارة ضمن باقة البرامج في المنامة عاصمة الشباب العربي مهرجان ريد كاربت للأفلام القصيرة والذي ترك انطباعا باهرا عن الإبداع الذي يتمتع به الشباب البحريني في معالجة وطرح القضايا الخاصة بالمجتمع من خلال الأفلام القصيرات التي تم طرحها في المهرجان أما الاختراعات العلمية فقد دفعت الوزارة بالشباب للمشاركة في المسابقات العربية والعالمية ليحصلوا بفضل الدعم اللامتناهي المراكز الأولى ما أظهر للعالم بأن الشباب البحريني يمتلك قدرات متميزة الرياضة النسوية في البحرين حققت قفزة نوعية كبيرة سجلت اللاعبات فيها إنجازات واضحة على الصعيدين المحلي والخارجي في ظل الدعم الكامل لتلك الفرق ما أهلها للفوز بجائزة سمو الشيخة فاطمة بن تمبارك للمرأة الرياضية للفئة الثانية تطوير الناشئات أما مدينة الشباب عشرين ثلاثين بكل ما تطرحه من محاضرات فنية وورش عمل تدريبية تهيئ الأطفال والشباب المشاركين من خلالها ليكون قادة المستقبل والخيار الأول في سوق العمل خولة دي جرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين